السلام عليكم وشراكم لابس غاية الحمد لله جيتكم بوصفة حلوة سهلة وبسيطة واقتصادية وتجي تدفتت هنا عندي فنجل تح سكر بنفس الفنجل ندرو فنجل تعزيت عندي مربا المشمش عندي ربح بيت بيض وعندي مبشور الليمون عفوا مبشور البرتوقال وعندي كيسين خامرة كيميائية وعندي فاني تبعوا معي الوصفة للاخير باش تتعرفوا عليها مليح خطوة بخطوة نقول لكم نشكر بزيف المشتركين جديد لدخل القناة نقولهم مرحبا بكم نشكر شكر خاص للمشتركين اللي راهم او في القناة المتابعين او في القناة نقولهم يعطيكم الصحة وربي يحفظكم وربي يخليكم لي ان شاء الله اللي هنا كيما شفتو راني راح نكسر البيضة التاعي يعني قلتكم لي حب كمية كبيرة يضاعف المقادر اللي حب يضاعف المقادر جي حلوة بزيف بنينا واقتصادية وتحكم لك اسبوع كامل كي تتذكر عليها في بوغت مونجي ما تخليهاش لهوة ما تقعد لك يعني شيشة بزيف ومليحة هنا نضيف الفنجل تعال الصقر هنا لي حب بالنسبة للناس لي متحبش حاجة حلوة بزيف تقدر تنقص الصقر لانه فيها المربعين المربعين يكون حلو هكذا باش تديري يعني 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 تتوازن في الصقر يعني بنت ما تديريش كمية كبيرة تاع الصقر نقص الصقر المربع يكون حلو هنا درت مغرفتاع فاني ودرت مبشور الليمون بالنسبة للفاني اللي حبي يستغنع عليها يقدر يستغنع عليها يكتفي بمبشور الليمون فقط أنا فضلت أني نديرهم في زوج عندي شوية حساسية من البيض من الريحة على البيض ولهذا ندير يعني الفاني وهنا بعد ما خلط هذا البيض التاعي وهذا بالسكر فيه مليح ضفت له الزيت بعد ما خلط الخالط التاعي مليح ولا على شكل كريمة سائلة ضفت له الفارينة وضفت له كيسين تعال الخامير الكيميائية وهنا راني اللف العجينة بالنسبة للفارينة يا البنات أنا ما قدرش نقولكم شحال فارينة شحال تدي فارينة هنا حسب ما تتلملك العجينة كي تتلملك العجينة مليح وتساعدك في الخدمة حبسي راح تجيك عجينة شوية تتلسق هنا يجب تسنيوة تعمل أحسن يا البنات تديروا في السنيوة كاري هذه الوصفة تديريها كاري باش من بعد كي تقطعيها تجيك سهلة باش تديريها كاري وما يقعدو لكش لي الشوية هنا أنا حيت شوية عجين باش نكمل بها الخدمة والباقي حطيتوا في السنيوة وراح هكا تحليها غير بيدك البنات بالنسبة اللي يبغوا يخدموا على رواحهم هذا مشروع مربح في تتفاهمي معامول مقاهي أو يعني يمشي غايا يمشي روعة وباسيطة مكوناتها باسيطة وتساعدك يعني فيها مدخول مليح اللي هنا بعد ما درت لكم فيتير جبت العجين التي كنت نحيتوا بجيها راح نحلو هنا في البلون دوت خافاي نحلوه باش نخدم به شرائح من بعد نزين بهم الفوق تبعوا معايا مليح الوصفة هنا راح نخدمهم بالجرارات على القريوش كما راكم تشوفو نخدمهم شرائح بالنسبة للتزينت على الشرائح يعني تقدري تبدعي من عندك كل واحد وكيفاش يحبي زين هنا يا بعد ما حطيت شرائح توعي هنا حطيت حبيت كوكي وزيتهم كإضافة من عندي حطيتهم في الوصفة هذوك المربعات واللي هنا بعد ما كنت شعلت الفرن وضع بتعلم يو 80 درجة كما شفتو هنا راح نقطحها معاكم اجي وصفة بزيف هاي لا تتفتت وتقدري تبيعي هنا عادي تتفاهمي معا مول مقهى او يعني هو يعني يمشي بزيف في المقاهي ويجي بزيف فبني ستقولي الذوق تاعه رائع 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 يمشي ما ما يقعدش هذا القاطو ما يقعدش المهم هذا هو الشكل النهائي تاع القاطو تاعنا هنا ما بقى لي غير نقولكم تهالله في رواحكم الى فيديو جديد ان شاء الله سلام اشتركوا في القناة